تحياتي لكل متابعي لحياة فام مرحبا بيكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج الانتربيو البرنامج ليجيكم كل نهار حد من المدى الساعة حتى المتساعتين وين كل مرة نستقبله شخصية مهمة من المجال الثقافي ضيفتنا لليوم محبة للحياة والفنون هي ناشطة ثقافية وفنية قاسة وروائية من أبرز أعمالها الأدبية رواية الوزر في سنة 2000 من ثم سبع لفتاة ورواية كفار الحبس للنساء عن دار النقوش عربية وأصدرت مؤخرا مجموعة قصصية شيطان وحجاب وسيرة روائية بعنوان وقلتوا كل شيء بكل حب وسرور نستقبله الأستاذة حبيبة المحرس مرحبا بيكم شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة مرحبا بيك وشكرا لك على قبول دعوتنا في هذا الحوار بش نحاوله نغوصه في طفولتك ونتعرفه عليك أكثر من الصغرى كان عندك شغف كبير بالمطالعة كنت ديما تقرأ القصص والروايات في العطل المدرسية ملينا صغيرة من يمكن سنة ثالثة رابعة بديت نكتشف عالم القراءة عالم الخيال ربما لقيت فيه تعويض ربما على الحاضر على الواقع لقيت فيه حاجات نحبها لقيت شخصيات ربما نتبع حياتها ونلقى فيها ربما نوعا ما تعويض أو نوعا آخر نلقى حيات أخرى نعيش معها في الخيال ربما وليت نحب نقرأ القصص ملول بشوية بشوية ومن بعد وليت ولت لي هاجس يومي يزمني كل يوم نقرأ ورقتين ثلاثة قصة كيف نلقي قصة نتخبه معاش نخرجه جملة حتى ننكمله من وقتها ربما أنا وقتها شديد ستيلو على الكتيبة معناتها وليت كم كواك لشخصيات ذي كايني نحب نزيد نشوفها ونوصل أنا نوصلها مثلا كان هو مرضه ونحطه برام بعد وشنو عمل بديتها كوحدي بيني وبين روحي نعيش كل غير شكون أهم الأدباء اللي كنت تقرأ لهم في الفترة ذيك في الفترة ذيك هو شنو الموجود كانت الأيام تحسين هذيك غرقت فيها قريتها يمكن عشرين مرء فما نجيب محفوظ لكن نزلت وقتها صغيرة عليه فما كان القصص الصغيرين حتى كل متاع الشي اسم ما هي البوليسية كل اللغز هذوك كانوا قصص حلوين برشا وكانوا فيهم حاجات ما نعرفهم مش ما هي خرجوك حتى ولو أنها فيها عالم الجريمة لكن كانت قصص حلوة برشا كنت نقرأ فما روايات كانوا يؤثروا فيك برشا كنت بعد ما تكمل تقرأ متولي تبكي صحيح مثلا قريت الأيام تحسين فماش مرة قريتها الأيام لجزء لول وما بكيتش مرتين ولا ثلاث كل مرة أخته مثلا كينها تموت منه لجزيد كل مرة خو هذك المريض اللي مات بالكوليرا كينه يموت مرة أخرى كانت تأثر فيها ياسر الفضيلة هذه كم تعالى العبرات سسمهم هما رومي وجوليات قريتهم هذو مقولوا أنا في البريميرا في الابتدائي كنت نتأثر بهم ياسر وراه عالم مثالي عالم آخر بعيد على الواقع متاعنا كان يظهر لي عالم مثالي عالم طيب عالم راقي بعيد على الحياة العازدية متاعنا تظهر لي وقتها هي الظنكة صعيبة نوقع فيها تعويذ ديما نقولها هذي أنت كنت قريت في مدرسة غربي القيروين معروفة بمدرسة السيد شنو قعدت في بالك من الفترة ذيك كانت فترة جميلة ياسر وربما هي لبنات لشخصيتي من بعدك الفترة ذي كنت على الابتدائي المعلمين مثلا نجم نسيت لساذة اللي قرروني بعض اللي قرروني في الجامعة نسيت لكن اللي قرروني فكستة سنين منتاع الابتدائي منسيت منهم حتى حد منسيتش سيدي عمارة منسيتش سيدي سالم الشعباني منسيتش الهدي الصفار لايرحم سلوى الصفار زيتا قرراتني منسيتهم محمد يخلف وقت جينا مساحل معلم صغير عيشة بوراس ذوما كل منسيتهم جي أحمد الخشين ذوما كل قرروني وعملوا فيها بصمة بها كنت رأى فيهم كأنهم مليكة ولا منقذين ولا على خطر عزيز المعلمين في ذلك الوقت كانت عندهم عقليت أنهم ينقذوا النشأ يعملوا كل ما لديهم بشك التلميذ ينجحوا بش ينجحوا المسيرة التربوية والمسيرة المجتمع لا يتقدم إلا بمجتمع مثقف وراهنوا لحقيقة الوقت الدولة راهنت على التعليم يسر وكانوا المعلمين ماشيين معهم في الخطر كان المعلم يعطي يحياته الكل للقسم والتلميذ كان حتى المدير يعملنا ساعة زايدة للحساب مثلا الصغر الأضعاف في الحساب يقريهم من 7 إلى 8 صباح مثلا ولا العشية من 5 6 ديمك الساعة هذيك من عند المدير كدو ولا من عند المعلم ساعات لكن فترة المدرسة ما كانتش لكلها وردية لأنه في فترة من فترات خممت أنك تبطل القرية بسبب المعلم هذيك تجربة ربما خاصة سنة أولى كان جانا معلم الله يعطي كاملات الله يرحمه وكان حي الله يشفيه ويرزقه كان صعيب معي واندي مشكلة وقتها في دي وانا من قبل يزوز ما كان لطيف كان صعيب بعكس مثلا هذه الصفار وعكس الأخرين هو كان قاسي شوية معي خلاني أول نهار لم أرى وشفت وشبت أعصاه خفت خفت على الأخر وانا منحبش الضرب ومنحبش الوحد حاولت بشنهرب في السنة لولة وكيف روحت لدارنا ورجعني المدير كيف روحت لدارنا أمي قلت لها راني معتش قارية قاتلي نعم قلت راني معتش قارية كهويز وانا راني معتش قارية ما عجبني المكتب ما عجبني في بالي معتها نمشي ولا ما نمشي كيف كيف من لون ما فمش معتها العقلية متاع القراية وكل ما زلت ما فمش أنا الصغار ويزم يقرأ ولي ما بني أنا نمشي نقرأ وانتي ما تنمشي على وقت ما بعد بالسيف قبلتها ووقعت معتها حالثة وموجودة في الكتاب ربما هيلي خليتني نتصالح مع المدرسة واحدة أخرى وقل جانا سيدي عمارة كان إنسان طيب يسر وخليني نحب المدرسة ونقبل عليها هو حتى المدير كان ديما في صفك ويلوم المعلم يقول لها يقول لش تضر فيها أي سي الله يرحم الطهر الحليوي كان إنسان أنيق جدا وكان يلبس شاشيك لعنبي ذيك وفيها الخيوط لك حل إلى الآن يتحرك وقدامي وأنيق ياسر ونضيف ياسر وسيس ياسر عاد كيف معنات هكت تقعلي حاجة وحبيت نهر وقال لماذا يشبه البرة من القسم قال لماذا يضرب ها كيف لا يشوش حسب التقريب المدير كان لطيف جدا ونلقى في اليسي قري في سنة سابعة سنة أولى ثانوية قبلت بعد السيزيان معناه المعلمين كانت لهم بصمة وكان لهم دور كبير جدا في ناحة شخصيتي من بعد نجحت في السيزيان وبعد من جحت في السيزيان وجدت المرحلة معهد ابن رشيق نتصور التغيير من المدرسة صغيرة قريبة للمنزل تمشي المعهد كبير كبير ابن رشيق حسيت باختلاف كبير أو لا في الوقت صحيح هذا الاختلاف عشت ونهار للمشيت الرسم أو نهار مشيت بشعام الترسيم بعثونا خلونا نهار قلت اليوم يخلي يمشي من بعد قطل اليوم لم يعد شي قيد هنا مشيت وصلت قدام المعهد نقوه كبير وفا مسيج أكحل من بره وليس كم المدرسة حاجة أخرى كبيرة وتصور من بره وقفت وقفت بحذ الصور ومدخلت الشمس تنحر فيه واني شدك لوراق في داية نمشي هكا نطل ومن بعد نرجع حتى لين كان الدار الوالي مقابلة المعهد ابن رشيق مقابلته بالضبط مع تصور قد انخزروا له هكا بتاع الدار وبيبها من جهة الأخرى شفت بوليس يمشي ويجيا لما تصخيل هكذا دار الوالي فمولايد كان في الحكاية هز خبزة صينية خبزة ميدة هي ربما العباد ما يعرفوه الصينية هي اللي تتيب في واحد بقاك صغير والميدة أنا في بالي البوليس ذاكا تابع المعهد مش الراوح معنى يستحيل خفت قال لي يا ذاكا يعس على دار الوالي قلت له كيفية دار الوالي يا ذاكا دار الوالي قال لي يا ذاكا دار الوالي نعمل هكا والراوح نهز وراقي والراوح مدخلش خفت منعرش عليش ومبعد رجعت قلت ل يوم يشبك عملت قلت قالونا رجعوا خفت لاندو ما مشيت عملت ودخلت وقت لدخلت نهار لول معنى عطاهنا جدوى اللوقات كانت مدام الصيد قيمة وكانت سيدة حلمة حلمة فايز القيرواني ابنت الفايز القيرواني الشاعر الكبير واللي قال فيها ابنتي الكبرى وقد أرسلت وها تتعلم كانت هي القيمة العامة وكانت صعيبة ياسر وكانت بعد كدخلت للقسم تخلت سيدة العليني خلته مدير في المدرسة تخل عايت فرد يقول سيدة مش تقرينا عملي هكا حبيبة اي هنا مش نقريك مسني مش نحس في روحي مفاجأة كبيرة حسيت روحي تصالحت مع الدنيا ومش نقرأ مدام عندي ما عرف غادي خاطر ملقيت حتى حد نار فرحت فرحت أكثر يعرفني أكثر خاطر الفخرين جيد من مدير صخرة يقعد ذاك يميزني ويحكي معي ويسألني وهكذا شنين قصة أستاذك اللي بكاية هو يصلح لك في فرض الانش هذه ربما حدث غير حياتي قلت برش حتى مرة في الصحافة وكل أعطنا أول موضوع انش كان عدت إلى منزلك مع الأسرة ولقيت فما حدث غريب في داركم وصف الحكاية ذاك كتبت عملت الانش وكل وانا عندي البقاجة قلت قارية الأيام قدش من مرة وقارية برش حاجات قولوا دمعة وابتسامة وكل قاريت قلت لأ عملت الانش وعطيت هلو نهرت لي رجع في الأوراق نشوف في ورقة هنا هي الأخرة في يد و تحت في الباكو قلت سيدي قلت نستنى في الأخر قال يا حبيبة قلت نعم قال لي وقت شتوف مماتك قلت لم توفيتش قال عجب قلت لي مماتي لأم بابا ميتها عندها برشا والأخر مزالت حي قال ولي حكيت وهنا في اللينش هلو مش بالحق قلت له مش بالحق قال الكل خيال بكيتني يا حبيبة تسخيل مع تلفازة عشتها بالحق قلت وبعد قال رجع لي لينش وقعد قرار لهم منها قرأ لهم قرأ كل تلم ذا في القسم وقال لي واصلي يعطيك الصحة وصف الثنية ذي رايب تكون لك عجب تأثر بها يسر وانتي تقول ديما الحدث هذا كان عنده فضل كبير كان عنده لكي بدأ عندي موضوع إنشاء نبدأ نلقط ونقرأ في الكتب ونعمل يلزم لصورة متاعي عنده ما تتكسر وتواصلت حتى في الثانوي وكل كنت ديما نحب روحي في الإنشاء ديما أنا أحسن عام تلباك متاعك أنتي وبقيت القسم أو السيدة عملتوا إنجاز كبير تقريبا القسم اللي كان انجح مع عدد طفلة بركة اللي كانت مجيش ديما وبطلة القرية اللي حكينا على الإنجاز هذا اللي ما نصور كانت تعاود برشا مرات في تونس متعاود المرة الوحيدة تقريبا اللي جات في تونس وقتها كانوا جاءونا أساذة سيد حيدح متاع انجليزية وقبلوا قتلك عاجتنا مدام كوم زذيك بايه يا سيدة برشا وقلنا مجموعة كلنا مغرومين كل نحبوا نقرأوا كل نتعاون وكل نمشيوا للمكتبة وكل كان حدث غريب ياسر وقتها نجحنا الكل ومعدات باهية لكن بعد في الجامعة على برشا منهم يمكن 70% رجعوا معلمين والأخرين نكملوا في الجامعة هذهاو انتي بكري كنت ذكرت لسيدة متاعك اللي قلت معتها هم اللي ابناء وشخصيتنا وهما اللي وصلونا للمراتب اللي نحن فيها بخلاف الأسيدة لذكرت موانتي كانوا قرأيكم أسيدة أجانب مثال من بين الأسيدة كانت أستاذة أمريكية اسمها مادام كومز قرأتنا هذه ساعة في السنة ثالثة قرأنا المات تمسي ودار سنة سابعة قرأتنا مادام بيكاخ متاع الرياضيات كانت جدية ياسر وصعيبة لكن بيها تقرأ سنة خامسة قرأتنا مادام كومز هذه الإنجليزية وبعد مرضت ومشيت لكن قبلها بعام قرأتنا أستاذة جاتنا في كاروسة معنا في كرسي متحرك خطر ما تمشيش كانت طيبة ياسر ونسم ليح ياسر 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 لكن معنا ما نجمتش القسم كان قلقوها في القسم في آخر العام قالت إيراني جوفي بغتيغ ومش نبعد من ضحكات كاتر يام لاتر دو تقول هي ومشيت ومقعدت معنا وبعد جانا قلت مادام كومز هذه زادا كيف كيف وصل العام سافرت لأمريكا ومرجعت مادام كومز كان عندها طريقة غير عادية بالمرة فتأقلم في المجتمع القيرواني إلى أقصح شافتنا كيفاش ناخذ مزربية مشيت مع صاحبتي في العيد الكبير شافتهم كيفاش يعملوا العصبين ولاحد عملتهم معهم مشيت مع واحدة أخرى شافتهم كيفاش يصنعوا المقروض نهبتوا معها أحنا للربعة تشوفهم كيفاش يبيعوا الواحد ولا تتكلم العربي بصفة غريبة لكن تفاجأنا أنها جيت عطلة من العطل وما رجعت بعدها كيف سألنا المدير قال لنا رهي مرض بمرض في جراجمها واضطرت بش تقعد وما ترجع وجانا في عوضها وقتها سي محمد إقبال وهو أستاذ باكستاني جانا من قرية في المنصورة وفي الانيكس وكل جانا قرية أنا غاديك في عوضها أنت تقريبا كنت الطفلة الوحيدة في الحي تقريبا اللي دخل المدرسة وتجاوز الإبتدائي والثانوي والشي هذا اللي خليك تكون صندوق أسرار الفتيات وإنساء متاع الحي اللي تسكن فيه وين ساعات يجيبوا لك رسائل أو تكتبلهم بعض الرسائل صحيح كان فما أولادي يقرعوا فما بنات ثلاثة أربعة كهول يفاتوا السيزيق وين في الوسط كانت كنت يجيبوا لي نقرع لهم جواباتهم كما تعرف فما مراهقات وفما حب وفما عشق وفما نقرع لها الجواب وأغلب الوقت مثلا منهم زوز ولا ثلاثة الجواب يقعد عندي نخبيه خليه لها في القجر ومبعد نعود لنا نكتبلها ونعطيها الجواب تبعثوا لكي فيه وكنت محط أسرار معهم معنا نقرع لهم ما السر يقعد غادي هذا من من توصية قمي تقول لي تقرأ ذلك يعطيك سر متاحها هي ولا أمها ولا غيره متحكي حتى الحد ونقولها نحكي لك أنت تقول لي لا حتى أنا لا لا عمرها لنهار سألتني ما وكتبت لها وكتبت لك تقول لي رد بالك تقعد غادي لحكاية رد بالك متقول حتى شي ونقول لها تقول لي رسالة خطتك في موقف محرش أي فما رسالة حكيتها في الكتاب سيدة الله يرحمها جابت لي جواب قتلي ما جابته ليش قتلي إيجاب تقرأ لي جواب مشيت مش نقرأ لها جواب نقرأ الجواب عند رجلها وهي ربما عندها حكاية أخرى كتاب حبتني نقرأ لها جواب ما نجمتش الجواب طويل ومكتوب واضح ومكتوب وهربت نجري قيش تجواب وروح بعد خلطت علي ما حبيش نقرأ لها قلت لا ما عايش نقرأ وقلت لهمي ما عايش تقرأ لك ما تحب كهو دعني لديك عايش أختي وكهو ومدهت الحكاية مازالنا مواصين في طفولها كنت عشت برشة أحداث أحلوة من بينهم وقت التي جاءت نعمة غنيت في باب الجلدين وقت التي جاءت السيرك نعمة جاءت عام 64 65 حاجة صغيرة أنا بكل وقت جاءت الكرهبة تعيط نعمة الليلة في باب الجلدين حفلة للناس الكل مجانا الناس الكل بدلت وعملت وكل هبطنا على المحنية ماشي للباب الجلدين نلقا مصطبة ونعمة غنيت مركلة عليها مزيانها ومحلاها عمر شاشية كان هو الوالي كان قاعد ومعها ناس أخرين وتفرجنا في نعمة غني ومعها أخرين تصور أحمد حمزة وقتها لكن تفكر نعمة بالقداء بالقداء وكانت صهرة مجانية وفيها برشا الاعداد هو الاستعداد للحفلة قداش كانت الناس تحبها كي تتفرهد تحبش تفرح تحبش وقتها حتى التلفزة ما زالت ما فاميش معتها عند لعبات وقتها كان فما حدث كان فما مناسبة معينة لا في الصيف جابهو كمهرجان ولا حاجة كما هك دي جاديك الحفلة الوحيدة اللي شفتها كي ك في باب الجلدين عملو كان حدث معناتها العباد فرحت بي ودخل سعادة على الناس ونسي كل جريت نسيه ورجال وصغار وكل تفرجوا فيها كانت حفلة حلوة وقعت ديما يحكيوا فيه بعدها هي بمدة السيرك جا بعد كيف جاء السيرك أنا أحنا في القرآن معناش حديقة حيوانات ولا غيرها الصيد والحكايات هذه ما نقرأ فيها مع الكتب كاليلة ودمنا وربما شفناهم في التلفزة أبيض وكحل ولا في الرأيون وشوية يعديوا السيرك ديما شفنا السيودة هابتين من الكوامن وشفنا الفيل وشفنا حاجات تغريبة بالنسبة لنا ساور جاء الناس في قصطح ونس اللوطة ونس يتفرجوا في السيرك أو المرة ونشوفوهم أنا لي ونبعد وليت فام صفوف ونس تقص وحبوا يدخلوا معناتها شيء القروة اللي كل تقلبت في السيرك ورجاء والبوليسية يشدوا ويعملوا وكل وأثرت ياسر وقتها عملت نوعا ما فوضى شوية في البلاد السيرك خلت الناس مش مستلسين به لحداث هذاك وفيه طراء أفضح كيتهم في الواحد كما اللي قالوا شوف النساء كيف نوم قالوا لا خلاها خليها تخاف منفار ولا تتكرر هي وصيد هذي من بين اللحظات اللحلوة اللي كنت عاشتها وانت صغيرة لكن في المقابل نلقاو زادها اللحظات كانت صعبة نوعا ما من بينها الفيضانات اللي صارت في ولاية القيروان عام 1969 صحيح الفيضانات وقتها عام 1969 جيت على غفلة صبت برشا مطرر ضربها واحدة هبتوا زوز وديان مع بعضهم ويت زرود ومرق الليل كيف هبتوا لديان هذوما بكمية غريئ كبيرة ياسر جرفت الضواحي متاع القروين الماء وقت نطلع في قصطح نحن نشوفه في الماء الهابت معناتها اليم كي بيقولوا يدي في بعضه فما عباد نخزرولها موتها موحدة تتكربس وولدها على ظهرها وهي ميتة والماء شقلب فيها فما حيوانات فما علالش فما بقر ميت منفوخ فما ديار معناتها أكواخ تخزر حتى للتناجر والواحد معناتها جرف كل شي نسى ورجال وتسكرت القروين وقتها ما عادش ينجم لك رهبة تدخل لكار لحتى شي تسكرت مو ودخل الجيش جاء الجيش وقتها باش وزع الماء وجب الديار حتى الديار تخلى لهم الماء وقتها وبعد الماء يرميوا فيها بالليليكوبتر من فوق من الجيش وتسكرت على الدنيا لكل القروين وكانت فترة صعيبة برشا برشا وماتوا فيها برشا ناس لكن اللي ماتوا خاصة هما من الأريف اللي دائرين بالبلاء ربي يرحمهم يا عيش مؤخرا أصدرت سيرة روائية تحت عنوان وقلتوا كل شي وأصلا هو الحكايات اللي كنا نحكي وفيهم التواهد من كل هما موجودين في الرواية هذه موجودين أكيد برشا حاجة أخرين تجمد قراء الكتاب بأكثر تفاصيل وقلتوا كل شي بالحق قلت كل شي حاولت بشي نقول كل شي لكن إن شاء الله هذي هو جزء أول فما جزء ثاني لي أكمل أن أقول كل شي حاول هو العنوان كان غيرتوا على ما أظن هو العنوان في الأول كان ستقر النسية لكن اللي يقرأ الكتاب يلقى حاجات معانتها أنا من جمتش نقولهم وقت وقعت معانتها تعبا بيهم قاعد ضجة بيهم حبيت نقولهم وليت وأنا نقرأ الراجعة في الكتاب في اللخر وقت لي مش نعطيه لدار النشر لقيت كلمة وقلتوا كل شي في اللخر قلتاني قلتنا كل شي معانت بيني وبين نفسي قلتوا وقلتوا كل شي وليت كتبتها وجعلته هو العنوان في الرواية كنت قدمت إهداء الولدتك اللي كانت حاضرة تقريبا في كل المحطات السردية الإهداء هو الولدتي اللي يرحمها كانت حاضرة في كل اللحظات السردية أنا والدي أغلب الوقت كان مهاجر معناه وهي اللي تليهت بنا وهي اللي قررتنا وهي تبركال أختي كل فيهم الطبيب وفيهم المحامي وفيهم المدير وفيهم الفضل كل كانت مهيش قارية كانت ما تتفكر في الكتاب وقلها ظننتكي ما أنتظنتها تقرأ حتى روصلت خامسة سبتدين كانت سخيلها تقرأ خاطر تقولي برا عاود هذا مشو بيه يخطك خايب عاود أقرأ هذيك هكتلكلك فيها لليا ماكش حافظة في بالي هي تقرأ ما تتبع معاي من بعد باش عرفت على هي ما تقرأش وكانت حريصة جدا على القرية وكانت من بين الميزات متاح كانت حكيمة ياسر 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 أنا أحنا سبعة معناتها ومعنا بنت عمي واحد يقري واحد حكمت علينا أنا أقري أخويا اللي هو كان عميد المحامين أنا أقري فيها أنا أستاذ أنا أمسؤول عليه أنا أعاقب أنا أسامح وهي لا تنفذ معناها ما تخلينيش أنا نوصل لكن نقول لنا ذاك هو دجا حتى فمبرشة معنتها عرك بيني أنا وإياه في الكتاب في الكتاب ويقولي ما تحكمش فيها وهي تقوله لا تحكم فيك وخويا قري أختي لي صغر منه وهكذا معنتها بالطريقة هذيك ما كانش فماليتيود كما تأو ما كانش فمالدروس الخصوصية ما كانش يا تقرف الدارية هذيك هوتق وذكك وكانت حريصة على القرية ياسر ياسر الحمد لله هي والدتك ربي يرحمها كانت متحملة مسؤولية متع عيلة كاملة وديت ديما تقول عليها بكونها نظلة برشة وكان ديما حتى تقدم هذه المساعدة للجميع أمي كانت صالحة ياسر وتقدم العون ياسر 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 حتى ولو على حساب ها هي حتى ولو ما نش أغنيار أنا معنا ناس عاديين لكن بلي تقدر ساعات عشان تهزم وقدام وتعطيه الدارة مثلا جاهم ميت على غفلة ولا جاهم مريض ولا حاجة كانت حنين برشة كانت تحس بالقليل ساعات هكي صغار لحومة تعايت لهم وتعطيهم كسكروتات وقلت وش ما حمله ذوما الصغار تقولي لها في الأخر قلتها حتى في الكتاب قلت اسمعني أنا تربيتي تيمة بابا ما نعرفوش كان واحد عايتلي باسمي نموت بالفرحة مش بش يمدلي حاجة أناكلها حاجة متهمكش معنا كانت رحيمة وكانت تعاون لعباد وكانت سبيتار يعرفوها تمشي يجي الاسبيتار هي تمشي وتهز وجيب وترقد وجيوا عننا ما نعرفوهم تقولي هاي بيت تعرفش اسمه راي وبق ساعات وتجيبو وتهزو وتعدي عليه وتشري له الدواء وكانت رحيمة جدا وأمي ما عشتش برشا مالهوريزمو ولا غير هي والدتك كانت وفيت في أواخر الثمانينات على مأذر اي اي ماتت عام 87 نعمرها 50 سنة اللي ماتت لا يرحم نتصور فريقهم يكن سهل بنسبة لي كان صعيب يسر وللان مؤثر فيها ويستحيل لنجم لنسى حتى دقيقة يا أمي رب يرحمها ونعمها وان شاء الله مطبيها الجنة احنا أستاذة في الحوار عنا فقرة نتصورك تعرف اسمها فقرة صندوق ونختروا مجموعة من الأشخاص يتوجهوا لك ببعض الأسر مستعدل هذي التجربة نبدأ بصندوق الأول اللي يجيك من الكاتبة سلوى البحري في البدء تحية حب مني الكاتبة سلوى البحري إلى الكاتبة المبدعة حبيب المحرزي وقلت كل شيء هذا آخر أصداراتك صديقتي ألف مبروك أولا سعيدة من أجل نجاحاتك التي تحققين داخل تونس وخارجها سؤالي لك صديقة الحرف هو أسئلة انتلاقا من عنوان آخر أصدار لك وقلت كل شيء هل فعلا قالت حبيب المحرزي كل شيء وهل فعلا تستطيع الكاتبة في مجتمعات شرقية أن تقول كل شيء وإذا استطاعت أين وجدت حبيب نفسك أكثر جرأة وحرية وأنت تكتبين أفي الشعري أم في القصة القسيرة أم في الرواية تحية للكاتبة السلوى البحري التي تسأل لك مجموعة من الأسئلة نبدأ بسؤال أول هل تستطيع الكاتبة في المجتمعات المحافظة أن تقول كل شيء طبعا لا تستطيع الكاتبة في مجتمعات المحافظة أن تقول كل شيء لكن في هذه الأعوام الأخيرة امتلكنا نوعا من الجرأة أننا أصبحنا نذكر الشيء ونؤكد عليه إذا كان ظارا بالمجتمع أو إذا كان فيه فائدة للمجتمع فعلينا أن نذكره وأن نتحدث عنه ولو تجاوزنا الحدود تسألك زادة بين القصة الشعر والرواية أيها ما تفضل؟ الحقيقة أنا أفضل الرواية لأن الرواية هي عالم هي حياة هي هي انبعاث جديد نعم الرواية أقول فيها ما لا أستطيع أن أقوله في مواقع أخرى واضحة جدا نمشي إلى صندوق الثاني لجيك من الكاتب محمد رويس تحية طيبة أستاذ حبيب المحرزي تزايد اهتمام الكتاب والروائيين خلال السنوات الأخيرة بأدب السيرة الذاتية أو ما يعرف بالبيوغرافية الذاتية إلى أي مدى يمكن للرواية أن تكون قناعا للسيرة في خيوط أقمشة الذات تحية للكاتب محمد رويس تحية للكاتب للصديق محمد رويس الرواية هي هي منطلق منطلق بالنسبة إلي على الأقل المنطلق هو واقعي هو موجود هو ما نعيشه كل يوم لكن الكاتب هو الذي يكيف ذلك الواقع هو الذي يعيد بنائه بطريقة ربما فيها إبداع أولا وثانيا فيها إقناع أيضا كي يكون مقنعا لمن يقرأ له هذه هي مهمة الكاتب قبل كل شيء هذا هو نمشي لصندوق الثالث والأخير الذي يجيك من النقدة والدكتورة مفيدة جلعسي مرحبا بالجميع وتحياتي لجميع القائمين على هذا البرنامج التقافي في رحاب إذاعة الحياة بعاصمة الأغالبة القيروان ولك سعزيز ضيف كل التحايا وكل التمنيات بالتوفيق الدائم في هذا البرنامج المتميز وأنت الأعلامي طبعا المتألق دائما ولضيفتك صديقة المبدعة الروائية حبيبة محرزي التي أهنئها بإصداريها الجديدين شيطان وحجاب وقلت كل شيء وسؤالي إليها هو حبيبة محرزي كروائية كيف ترين التقاطع في السرد بين عنصر التوثيق للواقع الاجتماعي والتاريخي وعنصر التخيل الذي طبعا يمثل عنصرا حيويا في عملية التسريد والقص طبعا في كل الأحوال نحن في حاجة إلى أن نلبس هذا الواقع ربما لباس التخيل لكي ندخل ربما الجانب الإبداعي أو الجانب النفسي كذلك والشعوري والعاطفي ومرة أخرى أدعو لك بالتوفيق وبأن تكون دائما متألقة ودامة استاراتك منجزاتك الإبداعية طبعا في مجال السرد وأنتي الروائية طبعا القديرة في هذا المجال تحياتي مرة أخرى الجميع وكل عيد وأنتم بخير إن شاء الله تحية للناقضة بدكتورة موفيدة جلاسي التي أصلا هي موجودة بحثينا في استوديو تحية لها كيف تردت؟ تحية للصديقة موفيدة وهي دائما تشجعني وهي كناقضة ما شاء الله عليها هي توجهني أحيانا وتنصحني بكل ما يمكن أن يثمن كتاباتي وأن تسير في الطريق الصحيح الرواية أو القصة أو حتى الشعر هي المنطلق بالنسبة إلي هو الواقع أنا أكتب الواقع لكنني لا أؤرخ لست مؤرخا التاريخ أو التأريخ له أهله يضعون التواريخ ويضعون الأماكن ويوثقون ودورهم هنا التوثيق أو التأريخ لحادثة وشيء من هذا القبيل ننطلق من هذه الحوادث التي وقعت فعلا لكن لا بد من التخيل لا بد من إخراج إبداعي لا بد من إخراج فني للحادثة عندما يرويها المؤرخ ليست كما يرويها المبدع الكاتب أو الشاعر فهو يضفي عليها من روحه من نفسه من مخيلته كي يبني هذا الصرح الإبداعي كي يكون مقنعا وتكون له قيمة أدبية فنية ثقافية هذا هو شكرا لك على الإجابة لكل لكل الأشخاص يدخلوا معنا وهذا كانت فقرة الصندوق أستاذة في المدة الأخيرة بخلف روايت وقلت كل شيء كنت أصدرت مجموعة قصصية تحت عنوان شيطان وحجيب العنوان هل هو أقصمته بين الخير والشر؟ نعم هي المجموعة القصصية ثمانين قصة بين قصة قصيرة وقصيرة جدا فيها تتوزع نعم الإنسان هو يتأرجح بين الخير والشر بين ما يفيد وما يضر بين ما يحيي وما يقتل بين ما ينفع وما يضر كيف كيف بين ما يهدم وما يبني إذن ونحن نرى هذه الحوادث يوميا فأحيانا الشر هو الذي يتغلب وأحيانا نجد أن الحجاب وهو ليس لا أعني به الحجاب الذي تلبسه المرأة هي حرة تلبس الحجاب أو لا تلبس أقصد به كل ما هو نفاق كل ما هو يدخل في باب الظاهر لكن الباطن هو شيء آخر الكتاب يطرح عدد القضايا الاجتماعية مثل الهجرة غير النظامية المخدرات المثلية الجنسية الخادمات القصيرات إلى آخره نعم الكتابة والقصص هي أنا في هذه القصص القصيرة أشرك القارة عندما أحدثه عن هذا البرباش الذي يبحث في كي يعيش لا أصف له البرباش لأن كل واحد يعرف له صورة إذن أذكر له الحدث هي لقطة أخذها من المجتمع وهي لقطة ذات قيمة ذات قيمة لا أقول توثيقية لكن ذات قيمة اجتماعية اقتصادية نفسية ربما أحاول في هذه القصص القصيرة والقصيرة جدا أن أضع الأصبع على الداوة أمضي وأترك البقية للقارة لأنني في هذه القصص القارة يكتب معي إذن عندما يقرأ قصة هو سيتخيلها بطريقته القارة الذي يقرأ القصة وهو مثلا من العاصمة ليس هو نفسه الذي في مدنين مثلا القارة الذي يقرأها وهو في المدينة في قلب المدينة ليس كالذي هو في الريف له إذن عقلية أخرى ولكن أنا أحاول أن أجد المصالحة بين ما أكتبه والقارة مهما كان موضعه مهما كان سنه مهما كان ثقافته في المجموعة القصصية فهم العديد من القصص اللقيقة المؤثرة برشا من بينهم قصة سابر نعم صحيح اللي هو بربش نعم هي قصة فيها الحقيقة مفارقة مؤلمة جدا وهو أن هذا البربش ربما قرأتها أنت عزيز هو بربش يعيش على جمع القوارير البلاستيكية ومن الليهودية وغيرها ويريد كل ما يجمعه ويدفعه للطبيب كي تنجب زوجتك كل إنسان يريد أن يكون له ابن أو ابنة ويعاني من الفقر ولا يجد حتى مقابل الطبيب كي يدفعه وهو لذلك يكثف من العمل ومن الدوران كامل اليوم كي يستطيع أن يعالج زوجته كي تنجب له لكن في يوم من الأيام وذات فجر يتفاجأ مفاجأة قاتلة جدا كادت تقتله في الرواية في القصة صابر عنوانها نعم الشخصيات اللي في القصص قبلت منها نماذج على أرض الواقع فعلا قبلت منها نماذج على أرض الواقع وهي حتى إن كنت الاسم هنا ذات معنى ذات يحيل على الصبر وعلى التريث وعلى 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 فهذه الشخصية نجد منها العشرات إنما أقول مئات ليست إلا مثالا أنا أثرت هذا المثال وقد يكون هناك ما هو أعمق وأكثر وجعا وأكثر إلى من هي شخصيات من الواقع أختارها تقريبا كله ليس فيها خيال الخيال فقط في بناء القصة وفي صنع الدهشة وصنع الصدمة ربما خاصة في الخاتمة هذا هو للناس اللي تحب تتحصل على الكتب هذا من كل من رواية وقلتوا كل شيء مجموعة قصصية شيطان وحجاب وين نجموا يلقاهم؟ موجودين في المكتبات في العاصمة في المكتبات الكبرى في الولايات إن شاء الله خليني توقع أستاذ ننتقل مع بعضنا إلى بعد آخر من الحوار وينش نقترح عليك بعض الصور من ثم نعلق عليهم نبدأ بالصورة الأولى الشخصية وطنية واللي هو الرئيس السابق لحبيب بورجيبة التقييم كل فترة تحكم بورجيبة إن الحقيقة أحبه كثيرا هو ككل بشر له نقاص له أخطاء ككل إنسان هو ليس معصوما عن الخطأ لكن عندما أمسك بزمام الأمور في تونس في أولها هناك من يعيب عليه عدة أشياء أنه فعلة وفعلة لكن أنه حمل مرأة وأذكر ذلك جيدا المرأة قبل بورجيبة كانت تهان وكانت ترمى في الشارع كان يتزوج الثانية والثالثة والرابعة وهي لا سلطة لها ولا قيمة لها فقط حتى أهلها قد يطردونها ولا وتعيش ذليلة مهنة في التعليم أيضا المدرسة بورجيبة بعث المدارس في الجبال وفي القرى قربها من المواطن البسيط المكتبات كانت هناك مكتبة متجولة في السبعينات الزرقة كانت نصف حافلة أو شيء من هذا القبيل وتذهب إلى الأرياف وتعير التلاميذ الكتب كي يخرج قال أنني أريد شعبا مثقفا فبورجيبة هو باني تونس مهما حصل ومهما فعل بعد ذلك فله بصمته وله قيمته في بناء الدولة التونسية لكن معارضين لحبيب بورجيبة يقول لك بورجيبة قام بالتمييز بين جهات وقام بتهميش المناطق الداخلية فعلا هذا صحيح مثلا ماذا قدم بورجيبة إلى ولاية القيروان لم يقدم لها شيء القيروان لكن قلت أن أتحدث في المطلق هو حسن الساحل مستير وسوسة من ينظر ينظر في هذه البلدان لأنها مدينة الأصلية هذا فعلا يعاب عليه لكن بالنسبة إلى التعليم والصحة أتدري أن الصحة في عهد بورجيبة كانت مجانا مجانا كليا أنا مثلا كان لي أخي الثالث كان له مرض نادر في الدم كان الممرض يأتينا إلى المنزل يأخذ له التحليل على تلك قطعة البلور ويأخذه معه ويعطيه للدواء الجديد التواصل ذلك سنتين أو أكثر وعندما لا يجده في المنزل يلحق به إلى المدرسة الفرملي لشقرون اسمه ما زلت أذكره اسمه إذا لم يجده تقوله أمي يقرأ راه يمشي له المدرسة السيد يدخل للمدير والمدير يجيبه له من القسم يأخذ له الدم يهزه والشهر يجيب التحليل ويجيب له الدواء الجديد حتى يمبره فرد مرة هذه ما الآن معنى تشوفه في المستشفى يمتعنا كيف يشوى الليد والحب هو حتى معرضيه بخلف يلوموه على تهميش المناطق الداخلية برغيبة كان مستعد أنه يقتل من أجل السلطة هذا لا أدري أنا لست لا قاضية ولا أدري أن كان قتل أو لم يقتل لا أدري لم أحقق في ذلك قد يكون فعلا وقد يكون لم يفعل لا ندري هذا في الغيب ومن يقول لهم حجتهم ربما أنا لا أعارضهم هذا ممكن لكن أتحدث عن مثلا أنا لولا برغيبة لما كنت الآن هنا معكم لكنت ما زلت واصل في صنع الزربية وكبناتي عمي وجيرانينا وكهو وينتهي الأمر لكن برغيبة هو الذي قدم المدرسة مثلا كانت لي ابنة خالي أمي كانت معلمة نكمل لها خذت سيزيام أبوها قالها معاش تقرأ كهو يزي خذت سيزيام فيه الباركة بعد الجمعة لولة جوها الحرس للدار قالوا له ياما تبعثها تقرأ ولا تدخل الحبس تخرجت معلمة وخرجت روتري هو نرجع للكلام بتاع بكري يمكن ما فهمش الدليل والبرهين أنه برغيبة قتل مثلا معارضين سياسيين لكن قتلت وينسة في انتفاضة 84 صحيح قتلت وينسة في انتفاضة 84 لكن 84 برغيبة ما كانش واعي كان دائرين بيها شرذي مع تفاسدين نسي كل يعرفوها والداخلية وقتها منصورش أنه هو كان مسيطر عليها مسيطرين عليها ناس أخرين ونس مجرمين وفيها مات فاضل ساسي وهو كان زميلي في الجامعة ترسنا في نفس القصة في نفس الله يرحمه كان شهيد الخبز وتلك تلك الأحداث تقعوا في كل الشعوب وكل لم أقل أن فترة برغيبة كانت كلها وردية لا أنا عبد عليه كثيرا أنه تمسك بالسلطة حتى آخر حياته لا أحد يستطيع أن يبقى بنفس القيمة وبنفس الحنكة وبنفس ربما حتى الآخر الوقت كان عليها أن يترك الحكم لغيره ومن يدري وقد ترك الحكم ورأينا ماذا حصل بعد ذلك مؤخرا قام رئيس الجمهورية قيس عادي بزيارة إلى المنستير وقابل بنت برغيبة وين في حوارها معاها طلبت منه ويعمل مرسوم يجرم كل من ينقض الرئيس الرحلة برغيبة أرأيك في هذا؟ لا لا كل من له رأي أنا أؤمن بحرية الرأي أن يقول إن كان له دليل فليخرجه إن كان له مجرد ادعاء فهناك القضاء وكل إنسان حر ولا يمكن أن نخرج مرسوما نجرم فيه من يحمل برغيبة أي جريمة أو أي خطأ نمشي للصورة الثانية والأخيرة للأستاذ الجامعي والناقد الأتبي توفيق بكار توفيق بكار هذا كان ركيزا كان مرجع كان شيء مهول بالنسبة إلينا من حيث كشخصية كمعرفة كمنهج كمقنع كان كان شيء استثنائي تقريبا هو أفضل أستاذ رأيته في حياتي ودرسته عنده درسني المنهج الحديثة في الأدب حتى بعدما حصلت على الشهادة كنت أحضر لمحاضراته عندما يكون عندما يحاضر ويكون بطبيعة غير مشغولة بشيء آخر كان إقامة أدبية وقام حتى حتى من الجانب الإنساني كان إنساني جدا وأذكر له حادثة وأنه كان كان حكيما مثلا يوم توفي صالح الجرميدي الله يرحمه كنت أنا في السنة ثالثة جامعة وكان صالح الجرميدي أستاذي في الصوتيات وودعناه وقتها في عطلة من العطل على أمل أن نلتقي بعد العطلة كان إنسان راقي جدا صالح الجرميدي كان حاجة استثنائية أيضا وكان صديق له مقرب جدا فبعد العطلة في العطلة سمعنا في التلفاز أنا صالح الجرميدي وجيدا ميتا في بئر مهجورة الطلبة عندما عدنا الجامعة كلها كانت حزينة لم نستطع لم ندخل لم نقرأ في ذلك اليوم وعلمنا أن توفيق بكار دخل المستشفى جاء انهيار عصبي عندما سمع أن صالح الجرميدي توفي لأنه صديق وصديق حميم جدا له فقررنا أن لا ندرس بعد أيام أيام ظلنا كذلك في أخذ ورد واضطراب وديزاجي كل يوم وعلى صالح الجرميدي كيف يموت قلنا أن النظام هو لقتله معنا في اللخر كيف روى جاء صالح توفيق بكار كان وجه أصفر وتعب على الأخر تخلي لون فيه وتخلنا معاه قلنا له أستاذ صالح الجرميدي مت متوفي مقتول قال أسمعوني قال أنا نفسي ضمن تفاك وأنا كنت في الصباح راني وراني يشعر على الموت بالصدمة هو صديقي وما كمش تحبوها كثير مني ماي قال البلاسة اللي طاح فيها صالح الجرميدي مشيت لها أنا وكان ما كان معايا مولا لارض وراني البئر اللي طاح فيها السلح الجرميدي راني تحتفاه قال هي بئر مهجورة وما فيها حتى شيء بحفاها طاح فهو البنية اللي هزوا معها بشبني لو داروا قال دونك ما تحطوا الصبعكم في عينكم مهما مقتول روما موت موت رجعنا نقرأ كهو أقنعنا توفيق بكار بينما العميد ونس كل ما نسمعنا حتى حد كنا مستعدين بش نعدي ونقرأ يا أخي هو رجعنا وقلنا ورش أقرأ على رواحكم قضوا قدر مؤخرا على قريب بش نلقاكم متواجدة في معرض الكتاب إن شاء الله جاتني دعوة من الشعر الجميلة جميلة الماجري لإقامة يوم القيروان مع الأستاذ السيد العلاني وعدة كتاب ثلاثة كتاب آخرين وأنا لنقدم القيروان كيف تفاعلنا وكيف كتبنا عن القيروان في معرض الكتاب سيكون يوم كامل للقيروان بإشراف الشعر جميلة الماجري مشكورة وإزدارات كان النجم نبقوهم غديم موجودين في معرض الكتاب موجودين في المعرض موجودين هذه وقلت كل شي موجودين شيطان وحجاب عن دار خريف وأشكر حذامي التي حرصت كثيرا على أن يكون قبل المعرض أن يجهز قبل المعرض ونقوش أيضا سي المنصف الشاب وستكون هناك كفارة أيضا الحبس ودار خريف أيضا الطبعة الثانية من سبعة لفتات لأن الطبعة الأولى نفذت منذ مدة وقرار أخرس وكل كتابات إن شاء الله ستكون موجود واضحة نشكرك برشا أستاذ حبيب المحرزي على قبول الدعوة وتواجد معنا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لهذه القناة الحقيقة التي تتابع الأدب وتتابع الفن وتتابع الفكر والثقافة وبهذا نرتقي إن شاء الله شكرا لكم شكرا عزيز شكرا لسيد المخرج شكرا لهذه القناة الطيبة شكرا لك أستاذ حبيب المحرزي وتحياتي لكل متابعي لحي تفهم شكرا لكم على حص المتابعة والاهتمام